قانون جديد ينظم عمل المدارس القرآنية والكتاتيب ويراقب الخطاب الديني الذي توجهه للأطفال هو ما تستعد وزارة شؤون الدينية إلى إزداره في الأيام القادمة القانون يضبط الخطاب الديني المقدم للأطفال ويحرص على تنقيته من نزعات تطرف والغلو نعمل هنا دليل فيه المضمون هذا المضمون البدغوجي وفيه المضمون حتى الدين يبيده كيفاش نعلم القرآن وش نعلم القرآن ولا يصغير عمره 35 يجب أن نحرف كيف نحفظه صورة البقرة كيف نحفظه قصار الصور مثلا كيفاش يفسرهم تعرف روه بالتجربة نحن قرأنا في الكتاب وش فيه ما نجملش يدمغجونا هوا ما بدلنش أفكارنا مجلس نواب الشعب شرع بدوره منذ سنة في مناقشة مشروع قانون لمراقبة محاضن الأطفال والمدارس القرآنية ولكن المصدقة على هذا القانون تعثرت بسبب خلاف بين الإسلاميين والعلمانيين على دور هذه المؤسسات في ترصيخ لهوية الإسلامية وقد عادت جدل هذه الأيام حول ضرورة استئناف المصدقة على هذا القانون بسبب المخاوف من تنمي ظاهرة الانتشار العشوائي للمدارس القرآنية غير المرخصة اليوم نرى أنه حان الوقت لحسم هذه المسألة بالقرس الشروط بالنسبة للكتاتيب وبمسألة القانون لمحاضن ورياض الأطفال لأنه اليوم هذي الجيل الناشئة متاعنا ونحب نحافظ عليه من الدمغجة والأدلجة وغيره اليوم حشته الطفل بش ينمو في فضاء متوازن بش يتعلم بش يقرأ بش يكتب ومن بعد المسائل الأخرى والمسائل الدينية هي مسائل شخصية أقل من ستة سنوات إذا ما تبقى في فضاء العائلة الخوف من الدور الذي يمكن أن تلعبه المدارس القرآنية في نشر الفكر المتطرف لدى الأطفال دفع وزارتي المرأة وشؤون الدينية إلى تكثيف حملات الرقابة على هذه المؤسسات لا سيما على الكتاتيب كتاب هو أحسن طريقة بش الصغير يتكون شخصيته شخصية معتدلة متوازنة طفل ثاكي هو بش وصل المعلومة معتها الكتاب مش مختصر على القرآن أكهو الكتاب فيه أنشطة مختلفة عن القرآن عن الأنشطة المنطقية مش تعرفوا على الأشكال على الخطوط على التصرف في الفضاء استئناف البرلمان جلسات المصدقة على مشروع القانون المتعلق بمحاضن الأطفال والمدارس القرآنية خلال الأيام القادمة كما هو متوقع ياراه البعض خطوة ضرورية لمزيد تحصين الأطفال من مخططات القوى التي تسعى إلى زرع أفكار التشدد الديني لدى هذه الفئة الهشة مراقبة الخطاب الدينية داخل المدارس القرآنية والكتاتيب أمر بات يشغل وزارة شؤون الدينية التي تنكب على أعداد مشروع قانون من المنتظر أن تحيله على البرلمان للمصادقة عليه في قادم الأيام من مقر البرلمان بالعاصمة التونسية توفيق رعياشي الحرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر